السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم مساء سماء يانسر رجعت لكم بفيديو جديد اعزائي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي النهاردة هكمل معاكم حل على يونت فور الوحدة الرابعة اللي بعنوان الاحتفال بالاوقات الرائعة او صفحة 170 في كتاب المعاصر لو انت اول مرة تابعنا ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان يوصل لأكبر قادر ممكن من الطلاب ودعمنا بلايك لو الفيديو عجبك هسيب لك تحت اسفل الفيديو على طول في الوصف ازي تكتب اي ميل صفحة الفيسبوك لو محتاج اي استفسار وهسيب لك كمان اه قائمة تشغيل الصف السادس الابتدائي عشي خلص عشين ترم اول فيها جميع الوحدات مشروحة ومحلولة بالترتيب من كتاب المعاصر وكتاب الجن وفيها التقييمات الاسبوعية الخاصة من موقع الوزارة لحد الاسبوع الخامس وهينزل التقييمات اللي جاية كلها بازن الله هنعمل ايه النهاردة هنحل حوالي اختبارين على يونت فور الوحدة الرابعة واختبار للازهر الشريف والتلاتة مهمين جدا يا سنة ستة تعال نبدأ على طول بالتست الاولين اللي موجودة على يونت فور على الوحدة الرابعة زي ما احنا متعودين بنسمع بنسمع نص استماع وبنختار تعال نقرأ نص استماع على طول يلا اللي هي المهرجانات او الاحتفالات والاعياد بتكون اوقات ايه مميزة يبقى اول حاجة فستيفال ، بعده كده قالك طبعا our special times when people meet together بيتقابلوا مع بعض انتسليبريات وبيحتفلك شم النسيم is an Egyptian festival هو احتفال مصري يبقى شم النسيم هو ايه Egyptian festival بعده كده قالك it is always وهو دائماً on Monday بأشام النسيم is always on دائماً في يوم منضيل ويوم الاثنين كم منا قلنا it is history التاريخ بتاعه goes back بيعود to the ancient Egyptians المصرية القديمة it is a holiday بيكون اجازة ان ايجبت في المصر people الناس eat special food بتاكل طعام مميز on this day في هذا اليوم which is cold في سيخ يبقى people eat special food بتاكل طعام مميز إن شام النسيم is cold اسمه ايه؟ ها اسمه طبعاً في سيخ التانية برضو اكلات مصرية ليه الملغية والبسبوسة والحاجات دي كلها حواوش بعد كده بعد ما نكون خلصنا مع بعض نص الاستماع نروح للاختيار بتاعنا بقى ونبدأ نحل براحتنا أول حاجة بيقول لك هالا is making a أو a not of her favorite songs for the party عملت ايه لأغانيها المفضلة للحفلة عملت stream play invitation ولا play list play list طبعاً قائمة تشغيل ايه؟ اغاني we need احنا محتاجين محتاجين an adult بالغ to let off the عشان يعمل ايه in the sky في السماء عشان طبعاً يبدأ بقى ايه؟ يطلق الألعاب النارية في السماء نقطة are fully grown هو يعني يعتبر بالغ نقطة children ليس طفلي بقى ديمين adultes البالغين نقطة are long بيكون طويل thin pieces of food طعام رفيع كده made of rompius نوع من flower water and exorbit يبقى ايه اولاد اللي هي ايه؟ الماكارونة او الشعرية تعالا نكمل بعد كده هنقرأ القطع اللي امامكو دي نبدأ نحله على طول in the USA and Britain it is usual to give من العادي ان انت تعطي good friends الاصدقاء بطوعك الجيدين and family والعائلة presence هداية on their birthdays وعياد من الادهم even when they are adults حتى لو كانوا بالغين يعني الاشخاص كبار people often الناس عادة give other people بتاعة الناس اخرى birthday نقطة 2 انا عايز اقول بتدوم ايه؟ birthday cards اللي هي بتاعة العيد ميلاد هنكتب number 1 هنا يا ولادي اللي هي كلمة cards especially خصوصا on important birthdays في اعياد الميلاد المهمة in south africa في جنوب افريقيا twenty one واحد وعشرين is an important birthday هو عيد ميلاد ايه؟ هام because you become لانك انت اصبحت نقطة at this age في هزا العمر اصبحت ايه؟ adult شخصي بالغ دي number 2 هنكتبها هنا in Holland في هولندا children نقطة bigger presents هنقول ان children get بيحصلوا رقم 3 بيبقى نكتب اي اولاد هنا برضو رقم 3 اللي هي they get بعد كده when they are five ten fifteen or twenty in Nigeria في ناجيريا the most important to not are when someone is one يعني يقولك اهم عياد الميلاد بيرس 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 هنكتبها فين سنة ستة هنكتبها هنا اهم عياد الميلاد لما يكون الشخص عنده عشر او خمستاشر سنة طيب بعد كده عندنا ايميل هنكراه مع بعض ونبدأ نحل على طول عليه دير مستر احمد عزيزي مستر احمد I am writing to invite you انا بكلمك عشان ادعوك to our schools mother's day celebration لاحتفال بعيد الام this year هذا العام we are organizing a special day for the event ها احنا بننظم اليوم المميز ده for the event للحدث ده on Sunday March 21 20 مارس يوم الحد as والاز بالاضافة للطلاب and teachers والمدرسين we are inviting احنا داعينا people from the local community من الناس من المجتمع المحلي هو غالبا help our school بساعدوا مدرساتنا we hope احنا بنتمنى you can attend انك تقدر تحضر date Sunday March 21 يعني واحد وعشرين مارس يوم الحد time الوقت من اربعة مساء لسبعة مساء location school لقاعة المدرسة RSVP يعني بقولك رد in writing to the email address above للعنوان اللي انا سايبه لك لو سمحت رد او من فضلك رد by February 20 قبل وعقي 20 February to confirm عشان ناكد if you can attend انك هتحضر لسيبريشا للإحتفال yours sincerely مع خالص تحياتي رندا جمال the main idea of the text is about الفكرة الرئيسية عن النص فكرة الرئيسية للنص ياولاد عن ايه هنقول عن schools mother's days لبريشا للإحتفال في عيد الام the underline word كلمة attend اللي هو يحضر means to بتوعني come يعني يأتي the celebration will be either هيكون فين ياولاد هيكون في اللي هي قاعدة المدرسة how long is the celebration هنا بيقولك كم مدة الاحتفال هيكون حوالي ثلاث ساعات لانه هنا قال لي من أربعة لسبعة يعني ثلاث ساعات three hours when is the event يعني متى الحدث هنقول انه هو يوم الحد أو واحد وعشين مارس يوم الحد it is on sunday march 21 دا الإجابة زي ما تشايفين ياولاد جيب لجمل وعايزني أرقمها أول حاجة هنقول هاو نزدق بهاو دو هاو دو هاو دو يو دو رقم ثري اهي تمام هاو دو يو سيليبريت بيوري بيرثي دي قبل السؤال الأولين بعد كده نقول what are you doing today يعني ماذا تفعل اليوم بيرثي اعياد الميلاد هنقول انه they are not just مش بس المين ياولاد for children لا كمان للبالغين بعد كده هنصح لما بين الأقواس he is not tie the streamers together لا هنا هتبقى tying هنضبط ing زي ما انتو شايفين بعد كده are they برضو سيليبريت لا هتبقى السيليبريتنج ده اي ولاد مضارع مستمر زي ما انتو شايفين الحل ظهر قدامنا بعد كده عندي bond quid زي ما انتو شايفين هيبقى هنا اي ولاد هيبقى w capital في who وبعدين هنحط في الاخر عام تستفام لان ده بادة باية بادة استفام هن بيقول الكلمة عن first days اعياد الميلاد around the world حول العالم مجابع عنه في نهاية الكتاب ومجابع عنه في الدروس اللي احنا شرحناها الموجود على قاملة تشغيل الصف السادسي ابتدائي تعالوا نكمل وسيبلك تحت في وصف زيتك فيديو مهم انك تشوفه الاختبار اللي بعد كده برضو على unit 4 على الوحدة الرابع ولكن صفحة 172 172 برضو عندي ايه؟ عندي listen استماع وضع دقيرة على الايجابة الصحيحة برضو عندي نص استماع نقرأه مع بعض واحنا نقرأه نبدأ نحل كان التلات اللي فات كان يوم مميز كان عندنا حفلة كبيرة كان عندنا حفلة كبيرة كان عندنا حفلة كبيرة فور هل في في الاختيارات الفور يا ولاد في الاختيارات في كلمة فور لا يبقى الاختيار هنا مش موجود فهنكتب كلمة فور لان في خطأ بسيط بس هو جايب لي بمصر الاستماع ان هو في فور يبقى هنا مفيش فور يبقى مفيش ولا اختيار موجود ده علي كده كملنا وقلنا ايه 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 اه انا نفخت كلهم في نفخة واحدة يبقى نفخ الشمع كله في نفخة واحدة ايه انا ايه حصلت ع الكسير من هدايا من عائلتي يبقى هو حصل ع الكسير من الهدايا تمام بعد كده زي ما انتم شايفين بيبقى عندي السؤال اللي بعد كده على طول سؤال ايه سؤال اختياري زي ما انتم شايفين هنبدأ برضو نحله مع بعض ممكن تساعدني نقط ام ايه لها ايه 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 انه هما يزينوا كيكة عيد الميلاد مني نقط - 우드 come to my birthday party الكسير من جسد ضيوف حفلة العيد الميلادي هنقول ايه هنقول ايه هل ارسالت الدعوات نستخدمنا ايه ايه عشان نقطع الورق المقص بعد كده ما انتم شايفين القطعة دي مناختار من الكلمات اللي امامنا نكستويك الاسبوع اللي جاي we are having a party عندنا حفلة for my mother's birthday حفلة عيد ميلاد اي امي we are going to do many things احنا نعمل كثير من الاشياء i am blown انا ايه blowing up some هنفخ بعض الاي اولاد some balloons بعد البالونات دي number one هنكتبها هنا هي السنة ستة my sister اغتي is hanging up the note هتوباي هنقول streamers هتعلق الزينة my father is going to let off that هيبدأ يطلق ايه fire workers اللي هي اولاد العلعاب النارية my brother is making a note on his phone هيعمل ايه play list قائمة تشغيل اغاني على تلفونه تعالى نكمل هنقرأ القطع دي مع بعض وبدأ نحل ان شاء الله there are many unusual birthday في هناك العديد من الاعياد الميلاد الغير عادية traditions all around the world حول العالم in brazil when it is a child's birthday لما يكون في عيد ميلاد للطفل they give the first piece of bread the اول قطعة of their birthday cake من كعكة عيد الميلاد to the most important people الاهم شخص in their family فعيلته like mom and dad مثل الاب او الام in india في الهند the first day عاد الميلاد تشال الطفل give cake to all the guests before they have some themselves قبل ما ياخدوا ايه لنفسهم in china في الصين people like to eat long noodles تاكل اللي المكرونة الطويلة دي all beaches or beaches والخوخ on their first days ليه because they think لنهم بعتقدوا these can give them a long life لنها تدوم حياة اطول in egypt of mصر we usually make birthday cakes احنا نعمل ايه كعكة عدي الميلاد for our children للطفل and put candles ونحط ايه شامع on them عليها to show their age عشان نشوف عمره the main idea الفكرة الرئيسية of the thickest is about عن ايه يولاد birthday traditions عياد ايه ميلاد تقليضية the underlying word guest is اليضيوف means is the people you not your home ده معنى الناس اللي انت ذاعتهم invite to ايه هم اعيتهم لمنزلك people eat noodles بيأكلوا ايه المكرونة دي ايه النقط to celebrate their birthday عشان يحتفلوا بعيد ميلادهم في طبعا china الصين هنقول لك how do people كيف الناس في مصر بيحتفلوا بعيد ميلادهم هنقول in egypt في مصر اهو make birthday cakes for our children and put candles on them to shoulder. دي اجابة السؤال رقم four. اجابة السؤال رقم four اهي. تمام. بعد كده why do people in China للناس في الصين? eat بتاكن long noodles مكانها طويلة. هنقول لانهم بيعتقدوا عن الدي لون تاني. اللون الازرق دي اجابة السؤال رقم خمسة. هيقول because they think this can give them. اللي بيعتقدوا انها تدوم حياة ايه اطول? دي جابت السؤال رقم خمسة يولاد باللون الازرق. هنكتبها فين? هنكتبها هنا. تعالوا نكمل. بعد كده هنرقم الجمل اللي امامكو دي. تعالوا يلا نرقمها مع بعض وتشوف بتقول ايه? هنقول I am studying hard. انا هزاكر ايه? begin for my exams لانتحاناتي. السؤال التانية زي ما تشايفين هيبقى I am not spending. انا مش بقضي وقتي. قول my time indoors. مش بقضي وقت كله بالداخل. هنا how did lean feel تشعر بايه? in her birthday. في عيد ميلادها. بعد كده زي ما انتم شايفين عندي برضو هنا the boys دي جمعي ياولاد. ايه زي هتبقى مكانها ايه? هتبقى مكانها are. لانها جمع مكان ايز هتبقى are. what are you do? do ولا ايه? دي جملة ايه? مضارع. مستمر فبعدها. الفعال لازم يكون او المصدر مضاف له ing. تبقى ما كان do doing. يعني فلاها ing. هنا زي ما انتم شايفين w capital. we are organizing a special party. friday هنا هتبقى ال f capital اني دا يوم. وبنحط في الاخر فلسطوب لاني دي جملة عادية ياولاد. نبقول لك هتكلم عن how you celebrate your birthday. كيفية احتفال بقدم لك. مجبع عنه في نهاية الكتاب. وبص على اللينك اللي بيقولك ازاي تكتب paragram. وصلنا للمتحان الموجود على الازهر students. امتحان مهم و جميل على unit 4 على الوحدة الرابعة. بيجي او صفحة 174 مية اربعة وسبعين. تعال نعدل الصفحة ونبدأ نحلها على طول. زي ما شايفين الصفحة العادية قدامنا. read اقرأ and complete. واقعك من زا dialogue الحوار. اول حاجة ياولاد. تعال كده نبدأ. hi كمال. مرحبا. كمال. what are you doing? ماذا تفعل? ام قيل له. hi وليكن مسلا اسمه فادي. hi فادي. i am blowing up. انا بان فخصام اي ياولاد. وانا مغمط كده صام بلونز. number one. هتبقى بلونز. واكتبه هنا. اعمل له. what are they for? اعمل له. they are for my sisters. عايز نولي حفلة تعيد ملد ايه اختي? sister perth they. number two. هتبقى perth they. نكتبه هنا. بعد كده كان هالبيو ممكن انا ساعدة. اعمل له الشور بالتأكيد. you can hang up. ممكن تقيت تعالى streamers الزينة. نكتبه هنا. اعمل له sending that. من اللي هيرسل اه invitation الدعوات. اعمل له my brother. اخويا number five. هيرسل ايه الذونج. ذات هيعمل ده. ده بالنسبة للديالوج. تاني سؤال معايا ياولاد. بنقرأ وبنختار الكلمة المختلفة وبنكتب كلمة مكانها. usual عادي event حدث different مختلف important مهم. بطرق ايه هي الكلمة المختلفة? هيبقى كلمة حدث. ونجيب مسلا اي اه طبعا اه صفة ممكن مسلا ساد حزين. وقت استفهام بمعنى ما او ماذا هو من وين متى? يقول الواحدة المختلفة ووذر. ونحط اتصفها مسلا وير اينا. اختيار وكاستيوم زي طبعا دي الواحدة المختلفة. عايزين طبعا فعل واللي يكون مسلا الفعل. يذهب. اللي هي هولندا نايجيريا فليمز لهب وشاين الصين الواحدة المختلفة اللي هي اللهب. نحط مكانها مسلا ايجيبت مصر. طبعا كلهم ياولاد الكلمات من ضفلهم اي انجي. ما عادة كلمة هي كلمة اصلا يعني اي انجي فيها حروف سبتة مش متضفلها. حط مكانها مسلا بلاينجي يلعب. بعد كده عندي تنظيمات شايفين اختياري. دعا نحلهم مع بعض. نكست ويكيد اسبوع القادم is our school's mother's day celebration. الاحتفال بعيد الام. we need an adult. احنا تجيين شخص بالغ to let off يعني ايه يطلق زفاير اه ووركس اللي هي الالعاب النارية in the yard في الساحة. my brother اخويا is nine years old عن تسع سنوات. so we bought nine عشان كده هنحط ايه تسع شماعة candles on the cake عكيكة. she made a lot of the best twenty songs for the party. هو يعمل ايه play list يا ولاد قائم التشغيل الاغاني. حوالي عشرين اغنية للحفلة. I am not hard for my exam. هقول I am studying. انا زكرت بجد او باجتهاد من الامتحان بتاعي. هنكمل الاختياري بتاعنا. هنا the students of the lab are not hard for a music concert. هنقول اتدربوا practicing. اتدربوا باجتهاد عشان ايه الحفل الموسيقي. نقط عمر اند اعمير. اند عمر اه watching a funny movie. هنقول طبعا جمعي يا ولدي وهنسعى البقار مش باز. with your brother نقط ان زيوس ايه. هنقول بس انا عندي هنا في دي زيادة هنشلها ونقوم اختارين طبعا الاختيار ده. دي غلطة كده. I know that I بتاخد ام وانا مغمض. I am working. is he? هيجي بعدها برضو مصدر بضافه ايه نجيل انه ده جملة ايه مضارع مستمرة. طبعا هنرتب الجمل اللي قدامك دي. اول حاجة هنقول what what is she doing? what is she doing at the moment? رقم اين? رقم بعد كده هقول are they playing a game. هنما بيلعبوا ايه لعبة. نكمل على طول. I. هتبقى اي ايه? هتبقى هنا. I need. ذا انا محتاج. معص two. cut عشان نقطع على string الخيط. دي رقم seven. my dad اللي هو والدي. will سوف let off. انو يطلق. the fireworks اللي هي العب النارية. my. هتبقى my brother اخويا is a slow reader. قارئ بطيء. حين اقول لي اكتبي ايميل من five خمس جمل to your friend آآ لصديقك آدم. طفينك آآ في آآ في ام. to invite هم عشان تدعو. to your birthday party. حفل تعيد ميلادي. your name is احمد. والايميل بتاعك احمد الفين وخمسة. والجيميل دوت كوم. وايميل ادم اسمه آدم زي ما نشايفين مو ايه. اه. تعال نكتب كده آآ كزا حاجة ونشوف. زي ما نشايفين زي ما ظهر قدامنا. from من احمد آآ طبعا ايه? ده الايميل بتاعه. to. لآدم. وده الايميل بتاعه. صعب شكة الموضوع. هي my birthday party. طبعا مجابعة عنها يا ولاد في البراجرافات اللي بتيجي او البراجرافز اللي بتيجي في الوحدة. مجابعة عنها اللي هو الاحتفال بعيد ميلاد تقدر تجيبه. وتحط البادي او الجسم. وكده يبقى احنا خلصنا يا سنة ستة. حل الوحدة الرائعة من كتاب المعاصر. بالتالي جاء ان شاء الله هنزل لك اللي الناس الخاصة بكتاب الجامعة هنزل لهم. واللي الناس الخاصة بكتاب المعاصر هنزل لهم الدرس الجديد. انا كنتوا في جميع ستكت معكم. لسه ما اشتركش في القناة وفعل زر الجراز ينزل يشتريك حانا وفعل زر الجراز اشي يصل لكل جديد. شارك الفيديو ده انا اصدقائك شاني وصل لأكبر قدر ممكن من الطلاب ودعمنا بلايك. تصف لك تحت فلاص وزاتك في باراجراف وزاتك في ايميل وصفحة بيسبوك كمان تاجه استفسار. وقايمة تجاهل الصف السادسة بداي عشر خمسة وعشرين فيها جميع التقييمات الخاصة بموقع الوزارة. وفيها كمان يا ولاد الوحدات السابقة مشروحة ومحلوها من كتاب الجامع وكتاب المعاصر كانت معكم مزقس ما ينسل واشوفكم في فيديو جديد.